أنا ما فيني يشوف باني وهي عم تنغدر من كل اللي حواليها بهالطريق أنا واحدة ضعيفة ما فيني يشوفها وهي هيك صدقيني صدقيني أنا ما فيني يشوفها هيك أنا ما عم بعرف شو لازم أعمل منش أنا ما عم بفهم كل اللي عم بصير لما كان يتركني رانفير ويروح لحاله كنتظل كل الوقت عم ببكي على كتفه كانت تتوقف معي وما تتركني ما تتركني لحالي واليوم رانفير قرر يضل معي لأنه لأنه عم تباني هي ساعدتنا على هاد الشي ومع هيك أنا اليوم ما عم بقدر أعمل لأي شي ما عم بقدر أعمل لأي شي ما عم بقدر أعمل لأشي خلاص طولي بالك إشآة فيني أحكي معيك شوي؟ شو أخبارك بيا؟ أنا متأكدة أنه أنت بتعرفي مين بكون أنا يعني نحنا بالنهاية عيلي وحدة ما هي؟ لو سمحت تتركيني بحالي لأني مو رايقة ماشي أنا رح أتركك إذا أنت كان بدك هالشي بس قبل ما روح لازم رجع لك شغلة هي كانت إلك من الأساس كنت شايلت لك ياها معي من مدة منيحة مع أنه مو من طبيعتي أني احتفظ بشغلة هي من الأصل مو إلي وبتخص واحد تاني عم يطلب أنه إتركوا وروح يا ترى هي بتذكرك بشي قصة؟ هاد هو الدواء المخدر يا ست بيا اللي حطيتي منه جوا كاسة جاي لما كنتوا بيدوا باي مع بعض شو؟ أكيد هلأ عم تسألي حالك كيف أنا عرفت بها القصة أنا كمان اتفاجأت مثلك بيا خصوصا لما شفتك أول مرة بدبي وعم ترقصي بالحفلة كمان مين هي البنت اللي مع جاي؟ أنا شفت صور عرسله جاي لما كانوا منشورين بالمجلات ومتأكدة إنه موها يهي مرتو بس مين هي ترى؟ عن جد شغلي غريبة لو سمحت اين عم مدام؟ شايف الرجال اللي واقف هني؟ ومن بعدها إجا القرصون لعندي وحكالي عن كرشي متفقين عليه أنتو اتنين عفوان مدام هذا هو الدواء هذيك الأنسة هي اللي حطت منه بالكاسة بس الظاهر إنه نسيته على الطاولة لهيك قلت خليني يجيبه بركي بتستفيدي منه إن شاء الله ما تكوني غلطان هلأ هي ناس دي بالغرفة 550 وبصراحة مدام هني نطلعوا على الغرفة مع بعضهم ماشي عن جد شاطرة بيا برافو قدرت توقعي جاي بدون ما حدا يحس